الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن العاقبة فيها خير كبير والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى إنما يعدنا الله تعالى به إذا انضبطنا بهذه الأربعة يعدنا بخير لا شر بعده وبسعادة لا شقاء بعدها وبنعيم مقيم لكن سيتحسر حسرة كبيرة من ترك هذه الأربعة من أقام على حرام في الدنيا فلم يرد أن يتوب منه أن يقلع عنه أن يستغفر الله تعالى بسببه ما دام هذا النفس يتردد في الصدر فالوقت مناسب إذا كنت مقيما على الحرام أن تترك أن تستقيل أن تعتذر أن تتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي المحارم تكون أعبد الناس وما دام هذا النفس يتردد في الصدر الوقت مناسب جدا أن يعود إلى الفرائض من كان تاركا له ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه هكذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي ثم أدي من النوافل ما استطعت تنجو وحدك بهذه الثلاثة لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض وأن يسعد الناس جميعا وأن يرحمهم الله تعالى كلهم فأمرنا وحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون عنوان خطبة اليوم بين الحق والباطل أيها الإخوة الحديث عن الحق في القرآن الكريم طويل جدا وقد جاءت لفظة الحق في أزيد من مئة موضع في القرآن الكريم ولكني تتبعت لفظة الحق والباطل لمجتمعتين في القرآن لأبحث عن العلاقة بينهما فقرأت في القرآن الكريم ثلاثة عشر موضعا تتتابع فيها لفظتا الحق والباطل نستطيع من هذه المواضع الثلاثة عشرة أن نفهم العلاقة بين الحق والباطل وأن نرى نتيجة ما سيحدث في أرض فلسطين يخبر موضعان من هذه المواضع أن الله تعالى هو الحق أن كل ما يتعلق بأمر الله تعالى بنهي الله تعالى بشرع الله تعالى بقوانين الله تعالى هو الحق وأن ما دونه هو الباطل ويخبر موضع أن المؤمنين يتبعون الحق من ربهم ما معنى أنك مؤمن؟ يعني تتبع أوامر الله ونواهيه وأن الكافرين يتبعون الباطل ويخبر موضعان أن الكفار يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق وموضعان بأنهم يلبسون الحق بالباطل وثلاثة مواضع بأن الحق إذا جاء زهق الباطل وثلاثة مواطن بأن الله يحق الحق ويمحق الباطل ويمحوه ويزهقه هذه المواطن الثلاث عشرة التي جاءت في القرآن الكريم تتتابع فيها لفظتا الحق والباطل أما الموضعان المخبران بأن الله هو الحق وأن ما دونه الباطل فقد قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير لا حق في هذه الأرض إلا ما كان متصلا بحضرة الله تعالى أمرا ونهيا وسنة وتشريعا وكل ما دون الله تعالى الباطل وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأما الموضع المخبر بأن المؤمنين يتبعون الحق من ربهم وأن الكافرين متبعون للباطل فقال الله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم المتوقع أيش يعني أنك مؤمن بالله تعالى ربا ما معنى أنك مؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من حضرة الله تعالى يعني أنك تتبع أوامر الله وأوامر رسول هذا معنى الإيمان من آمن بأن الأفعى تؤذيه ابتعد عنها من آمن بأن عقد الجوهر ثمين ونفيس وغال ووجده رفعه من الأرض أما إذا قال لك امرؤ بأنه يؤمن بأن الأفعى مؤذية ثم وضعها جيدا في عنقه فهذا كافر وإن قال بلسانه أنه مؤمن أما من قال بأنه مؤمن بأن الجواهر ثمينة ثم رماها بالأرض فهذا ليس بمؤمن لو آمن لرفعها عن هذه الأرض معنى أن الإنسان مؤمن بالله تعالى ربا أنه يتبع أوامر الله تعالى ونواهيه ذلك بأن الذين كفروا اتبع الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثاله وأما الموضعان المخبران بأن الكفار يجادلون بالباطل ليداحضوا به الحق يعني ليزيلوا به الحق ويبطلوا به الحق فقال الله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة وقال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وأما الموضعان المخبران بأن أهل الباطل يلبسون على أهل الحق حقهم ويلبسون الحق بالباطل أي يخلطوه ويغطون به الحق عن الناس فقال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأما المواضع المخبرة بأن الحق إذا جاء زهق الباطل فقال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأما المواطن المخبرة بأن الله يحق الحق ويمحق الباطل ويمحوه ويزهقه فقال الله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال الله سبحانه أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور قال الله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال هذه أيها الإخوة ثلاثة عشر موضعا جاءت في القرآن الكريم تتتابع فيها لفظتا الحق والباطل وجاءت بهذه المعاني كما سمعتم نفهم من هذه الآيات الكريمات أن التدافع بين الحق والباطل بالبيان حينا وبالسنان حينا آخر سنة ماضية في هذه الحياة الدنيا ما دمنا على هذه الأرض فهناك تدافع بين الحق وبين الباطل بين الخير وبين الشر بين العدل وبين الظلم هذا التدافع بالبيان حينا وبالسنان حينا آخر فمنذ نزول سيدنا آدم عليه السلام إلى هذه الأرض بدأت عداوة الشيطان الرجيم لهم وكان من بعد آدم ذريته من أهل الحق من الأنبياء والصلحاء والفضلاء والمؤمنين وكان للشيطان ملأه وأتباعه من الأشقياء والظلم والكافرين وكان التدافع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الظلم والعدل وسيبقى هذا الأمر حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لا يستطيع أحد أن يغيره والسؤال أنت مع من؟ وتعين من؟ وتناصر من؟ ومستعد لتقف مع من؟ أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل سيستمر هذا الصراع بين الحق والباطل أنتم اليوم ترون بعض المسلمين في هذه الأرض ينافحون عن اليهود عن الصهاينة كيف انتزعوا من الإسلام والمسلمين هؤلاء؟ تشاهدون بعض من يقول إنه مؤمن ثم يلوم هؤلاء المجاهدين على فعلتهم ثم يعين أعداء المسلمين على المسلمين كيف أخذ من صف أهل الحق ومضى إلى صف أهل الباطل هذه تربية هذه تنشئة هذه طريقة حياة راضيها أن يعيش في صف من هذين الصفين فأتباع الرحمن وهم أهل الحق يعملون وأتباع الشيطان وهم أهل الباطل يعملون فحينا يجادل أهل الباطل بالباطل فيخاصمون به مخاصمة شديدة وحينا يقاتلون منافحة عن الباطل وحينا يخلطون الحق بالباطل ليلبسوا على أهل الحق حقهم أو أنهم يسترون الحق ويغطونه ويظهرون الباطل على أنه حق لكن أهل الحق أيضا يعملون ليأتي يوم يعلو فيه الحق ويسقط الباطل كما قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة قال القرطبي في تفسيره أي لا بقاء له إن الباطل كان زهوقة لا بقاء للباطل في هذه الأرض السن أن يكون موجودا لكنه سيزهق أمام الحق وزهق الباطل يعني بطل الباطل ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد أي جاء الحق فلم يبقى للباطل شيء حتى يعيده أو يبدأه ثم إن آيات القرآن الكريم تطمئننا إلى نتيجة التدافع بين الحق والباطل فإن الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل ويمحوه ويذهبه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال يخبرنا القرآن الكريم بأن الباطل وإن على فإنه سيضمحل وإن صال وجال فإنه إلى زوال وللباطل جولة وللحق دولة وجولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة جاء في تفسير الشعراوي رحمه الله ساعة أن يطف الغثاء فإياك أن تفهم أن ذلك علو إنه علو إلى انتهاء كذلك فورة الباطل وإذا مرتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قدحان لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض وقال غيره من المفسرين ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه بعد زبد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه والحق يظل هادئا ساكنا وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي وكالمعدن الصريح ينفع الناس لقي الباطل الحق يوما فقال الباطل أنا أقوى منك قال الحق أنا أثبت منك قال الباطل أنا معي الأقوياء والمترفون قال الحق وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون قال الباطل أستطيع أن أقتلك قال الحق ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين أيها الإخوة اليوم في صراع أهل فلسطين مع الصهاينة المختصبين في صراع أهل الحق مع أهل الباطل تعود سنة التدافع لتظهر فينافح أهل فلسطين عن الحق عن أرضهم التي ولدوا بها ومقدسات المسلمين التي أمروا بالذود عنها وعن دينهم الذي آمنوا به يدافعون عن شيخ كبير يخرج من داره قهرا وعن امرأة تسجن ظلما وعن طفل بريء يقتل عدوانا ويدافع الصهاينة عن الباطل عن سرقتهم لأرض ليست لهم وعن اغتصابهم لمياه غيرهم وثرواتهم فهم شراذهم تجمعت من أطراف العالم واحتلوا الديار وعاثوا في الأرض فسادا وظلما ويعينهم أشباههم من أهل الباطل من ساسة أمريكا وأوروبا يخلطون الحق بالباطل فيتهمون المنافحين عن أرضهم من المسلمين بالإرهاب ويبرئون الصهاين من جرائمهم بزعمهم أنهم يدافعون عن أنفسهم ثم هم يجادلون عن الباطل ويعينونه بالسلاح والمال والرجال والإعلام لكن هذا الباطل سيزول وسيضمحل وسيختفي كما حكت آيات القرآن الكريم وقد سمعتم عن مئات آلاف الصهاينة غادروا عائدين إلى بلادهم من حيث جاءوا ولم نسمع عن فلسطيني إلا أنه متمسك ببيته مرتبط بأرضه عازم على البقاء فيها ولا يرضى عنها بديلاً ولكن هذا الباطل سيزول ويضمحل ويختفي كما حكت آيات القرآن الكريم وقد سمعتم عن مئات آلاف الشرفاء في العالم بل الملايين ينظرون إلى الصهاينة اليوم على أنهم قتل مجرمون معتدون على حق أهل غزة وفلسطين وقد كانوا قبل ذلك لا يعنيهم من الأمر شيء أو أنهم يرون للصهاينة إنسانية ولطفاً ولكن هذا الباطل سيزول ويضمحل ويختفي كما حكت آيات القرآن الكريم وقد رأيتم المقاومة الفلسطينية البطلة تدك عتاد الصهاينة وتقتل جنوده ومن لم يقتل منهم أصابته الإعاقات العضوية والنفسية أو انسحب من أرض المعركة وينتظر الباقي منهم مصير أصحابهم المجرمين أيها الإخوة سيبقى التدافع بين الحق والباطل قائماً كما سمعتم في آيات القرآن الكريم وإلى قيام الساعة فما أنتم صانعون؟ أقول لعله يتوجب على كل مننا هذه الثلاثة أولها إلزموا الحق وأهله من لزم الحق اليوم سيلزم الحق غداً من لزم الحق هنا سيلزم الحق هناك إلزموا الحق وأهله واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فكونوا في جانب الله تعالى طاعةً لأمره وإقامةً لشرعه ونصرةً لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم ثانياً أعينوا بما استطعتم من قام مبارزاً الباطل وأهله منافحاً عن الحق ورايته فكونوا عوناً لإخوانكم في غزة وفلسطين ما استطعتم لذلك سبيل ولو كان ذلك بأقل ما يمكن وهو الدعاء ثالثاً استعينوا واستعدوا إيماناً وتربية وقوة ليوم النزال حتى إذا دعيتم لنفير كنتم من أهله ولم يكن الواحد من الفرين وإذا لم تدعوا كتب الله تعالى لنا نية ذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع أهل الحق وأهل النصر وأن يكرم أهل غزة وفلسطين بنصر عزيز وفرج قريب ومدد رحيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله شكراً